موسيقى حبيب قلبي لنرجع للشو سبول طلل عن والدي لعطيهم فكرة عن هالفنان اللي اشتغل ستين سنة ببيروت بالتليفزيون والمسرح والسينما وعشرة بطرابلوس ما عندي بات ما عندي سيارة عندي سيارة بس اجتني هدية من الال بي سي وقت اللي شكات بالمي انو انا عمري ثمانين خمسة وثمانين سنة شكت بالمي هايدي ما صارت لهذا اللي عملوه بلاش قال بالعالم واحد بلندن عمره ستين سنة شك درجة الكرة الارضية فيه انا قلولي فيك تشك تقولون هاي انا بشك بسبح لانو كنت شك من ضعر الطاحونة بطرابلوس لهذا ست متار هلا اربعة متار تلاتة متار بشكه قاموا عملولي جايزة هدوني سيارة التليفزيون ما هديني تقويد لان اللي اشتغلته تليفزيون التاني ما بيقلك اه حطك حبيب قلبي انا عندي كلمة المأسورة اللي بتقول شغلات من الرابع المستحيلات يا اخي شو هنه التلاتة اللي قبل المستحيلات الغول ما في بالدنيا شي اسمه غول بيقوله غول والعنقاء على هذا طاهر بيغطي الشمس بس يطير ما في كذب والوفاة ما في وفاة بالدنيا عند حدا اوه اتأمل منها يمكن الحيوان عنده وفاة بس الانسان ما عنده وفاة انا في ناس اخدمتهم بحياتي ماديا ومعنويا ووالى اخرين ولا لقات واحد بيقول لي مرحبا ورغم كل شي انا حاضر لانه كل شي فيني اعمله اخوان والله 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 السعادة مش بالمال مش بالليد السعادة بالعطاء عطيه وشوف اديش تبقى مرتاح السعادة هي العطاء وبس اجو مرة قالولو بدي يحكي لكم اياه لو كانت نادرة ابن والي تعيس ومقروم وكذا لك اخيه شوفوا هذا ملو سعيد قالوا اخيه اجرى السيكريتير تابعه قالوا اخيه منجبلو منجبلو عميس شي سعيد بيها البلد بي لبسو بركبين عدم انه وقالولو لكم برمليه عسعيد راح بره مفتها المطل اللي يلاقي واحد يسأل سعيد ما لقى حدا سعيد هو مرق بالله لقى كوخ بعيد طبلو زمرو ضعو رعص وهنا راح لهونيك والله هون سعيدين اجا مرحبا مرحبا لقى رجال ولاد ثلاثة ومرتو هو بضع عطربكة ومرتو بطرعص ولادو بضعفو مرحبا مرحبا فضل قدبولو قالوا انت سعيد قالوا كتير قالوا دخيلك لكن يا اخي الله يرضى عليك بركب تعطينا عميصك لا ناخده لابن الهلوالي بركب يصيبوا شي من السعادة قالوا يا اخي انا ما عندي عميص انا اجيب كيس جم فايص باخش راسه معبه حالي فيه ومبسوط فايزان السعادة مش باللبس وبالقدر وبالهد السعادة بالقناعة انك انت تقنع باللي الله عطاك ياه ما الله عطاك متلو يحب باميرك عالم القاصر اللبناني معه تسعين مليار اجي على لبنان ما صرف ليرة هدا يعزمو وهدا يقدمو وهدا يجي وهدا يعطي وهدا حملو هدايا ما صرف ليرة قلوك ياخي يعملك مسروع قال ايه بس يزبط لبنان وراح شو بدك تعمل في ناس يا اخي وان هالتفكير اللي بيبقى عنده مليار اطلا شو بدك تعمل فيهم بكرة بيتخالقوا الورات وبيقتلوا بعضهم وبيسبوك بيسبوك انا معرف واحد شخص صديقي اولاده الخمسة هلا ما في واحد بيحكي مع واحد اختلفوا من شان الورتين هديك هديك بده الشقة اللي بالجبل هديك بده اللي ببيروت هديك بده البستان هديك بده السيارة كل واحد بده قطلوا بعضهم وبيحكوا مع بعضهم واعداء اكتر من الاعداء شو سبب المال نحن عنا بيقول بالقرآن الكريم اموالكم واعلادكم اعداء لكم وما اموالكم واعلادكم زينة الحياة الدنيا شو هنه ليش زينة الحياة الدنيا لانهم بيكونوا مناح مع اهلهم اهلهم مناح معهم عايشين مع بعضهم بسلام وامان وما بيبخلوا عاولادهم بيعيشوا بيحبوهم اولادهم بس بيجيك والاد بيقول لك بدي بدي اشري شغري بيقول له لا بدي بانطالهم بيشبلوا بدي كذا اختك سو اخت الساعة اذا ما بتموت فيها فاذا صار عدوك لانه كله المال هو المال سبب كل علم بيها الدنيا والله يرزقكم مال لحتى تساعدوا في من يحتاج اليه والله ما بينفع كترته والله ما بيساعدوا تتركوا بالتمك ماشي يا عمي والله هيك اليوم عم بتطلع لقيت ورقة ابي كاتب لي اياها طلعت من سنة 58 لبن رحت على الشام اشتغلت بمسرح النصر عملت منولوجي سونيك كان ابو صيح مدير المسرح ويجي وبيعيت لي ابي بيقول لي يا ابني انا جاي لعندك وايجي وشوفك وشوف شغلك وكذا عم بتطلع بالورقة من 58 ابي صارت عضاب وكاحل متل ما بيقولوا ما في ايه وشقفت ورقة بعدها متل ما هي لك روحوا كله ماشي يا حبيبات قلبي هي طولي عمركن انا ما بيشبع من اني يحكي معكن كل اللي حكيتو بيطلع شي خمسة سنين بعد عنا خمسة وخمسين سنة بارك ان شاء الله الايام اللي جاي منكمل مزيعة بالتلفزيون وعم تعملي مقابلة وعم تسألني انه هالمؤلفات اللي كتبتها انت هايدي وانا شو هتعمل فيها ليش ما بتعملي